يسعدنا أكيد في هذه اللحظات أن يتواصل معنا في الأستوديو ضيفنا في هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن أسماء الله الحسنى ضيفنا في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حياكم الله شيخ سمير معنا من جديد أهلا وسهلا بكم وأستاذ المستمعين بارك الله وفيكم سيدي حياكم الله شيخ يعني نحن اليوم شيخ مع هذا الاسم العظيم والمبارك مع اسم الله الرقيب فإن شاء الله رح نتعرف معاكم ومع الأخوة المستمعين أو تعرفنا إن شاء الله شيخ على الفرق بين أن يكون الإنسان رقيبا على غيره أو على نفسه أو أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الرقيب عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فالفرق كبير بين أن يكون الإنسان رقيبا وأن يكون الله تبارك وتعالى هو الرقيب فرق بين الإله وبين العبد فكما قلنا ونقول دائما أن الفرق بين المعنيين أو الإسمين كالفرق بين الخالق والمخلوق لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى وجوده ذاتي وأن العبد وجوده غير ذاتي وإنما وجوده مدد من الله تبارك وتعالى ومفتقر إليه وأن الله تبارك وتعالى هو الإله الخالق الرازق لكن العبد لا يملك أن يرزق نفسه ولا يملك أيضا أن يعيش لحظات إلا بمدد من الله تبارك وتعالى ولكن نحن نريد أن نفرق في اسم الرقيب بالمعنى الأخص حينما نتكلم عن الرقيب فالرقيب له ذات وله نقول تجوزا في حق الله تبارك وتعالى أيضا له آليات سواء كان العبد أو سواء كان الرب لكن الرب ليس له آليات له مخلوقات نعلم جميعا أن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إلا أن الله تبارك وتعالى قد وضع على الإنسان أشياء لا يستطيع الإنسان أن يهرب منها معلوم أن الإنسان حينما يراقب أخاه أو يراقب أحدا من الناس لا بد أن يأتي بآلة ما حتى يراقبه أو أنه يراقبه بذاته صحيح يراقبه بذاته يعني يمشي وراه يشوف القصة ويراقبه بآليات من الإمكان أن يؤجر أحدا أن هو يمشي وراءه فيعرف حركاته ويعرف مشاوين ريح فيه ويعرف كيف طيب إذا لم يكن هناك أحد من البشر كانت هناك آلات أسماء آلات التجسس الكاميرات آلات التجسس الكاميرات والميكروفونات والتسجيلات هذه الأشياء لكن سبحان الله حينما يجعل الإنسان هذا من الإمكان أن يأتي يدخل المراقب في مكان لا تكون فيه كاميرا فيخفى على المراقب ما يفعله المراقب لأنه لم يعمل حسابه أنه يدخل مثلا دورة المياس في حتة فلانية هذا قصور هذا طبعا وبعدين في نقطة خطيرة جدا أنه لا يستطيع أن يراقب هذا بذاته بل إنما جعل له آليات إلا هو الكاميرا وغيره كذا وكذا لكن الله تبارك وتعالى جعل العجب أن الله تبارك وتعالى جعل رقيب وعتيد حتى اسمه رقيب قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عتيد الله يعني حتى أن الرقيبة من الله تبارك وتعالى لم نره لكن ممكن الإنسان حينما يراقب إنسان يضع الكاميرا فالمراقب ينظر إلى الكاميرا فيكسرها فضاعت المراقب صحيح لكن هل وجدت أحدا أحدا ضرب الرقيبة وطرده من على كتفه لا أبدا لماذا لأنه لا اعمل على كتفك كده أو كده لن تستطيع غطي أو شيء ما مخ غطي أو اعمل اوم وعود ولكن ليه قال لأن الله تبارك وتعالى وضع الرقيبة والعتيدة على إيه على الإنسان بإيه بكيفية يعلمها هو لا يدركها الإنسان شوف هنا بقى فرق نعم هنا فرق الرقابة على الإنسان من الله تبارك وتعالى لا يدرك كناها الإنسان أما الرقابة من الإنسان على الإنسان فقد يدرك هذه الرقابة المراقب فيتخلص منه ولكنك لا تستطيع أن تتخلص من مراقبة الله أبدا من أجل ذلك نرى أن المراقبة عند الله لها أشياء كثيرة جدا منها الرقيب والعتيد كما قلنا بل الأعمق من ذلك مراقبة اليد على اليد ومراقبة العين على العين ومراقبة الرجل على الرجل ومراقبة الجلد على الجلد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجوهم بما كانوا الله يعني هل يدك التي فعلت المعصية أو رجلك التي فعلت المعصية هي التي ستشهد عليك يوم القيام أي رقابة هذه ثم هي التي فعلت هي التي استمتعت هي التي ولكنها تشهد على نفسها وتشهد على صاحبها بأنه قد فعلت هل هناك من البشر من يستطيع أن يسخر اليد أو الرجل كي تشهد وتراقب حركات الإنسان لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إذن أولا في آليات بايبش كده كمان قال العقل الذي خلقه الله تبارك وتعالى يكون رقيبا على أفعالك أنت فكل إنسان يذهب إلى النار أو يذهب إلى الجنة عنده مقدمات الدخول عنده مقدمات الدخول إزاي يعني دلوقتي هل أبو جهل أبو جهل كان يطمع أن يدخل جنة الله هميّة بن خلف كان يطمع أن يدخل جنة الله ده هو مش مؤمن بها أساس صحيح مش كده ولا ليه لكننا نحن نطمع أن ندخل جنة الله طب ليه نشاء الله هذا قال لأننا مؤمنون بالله إزاي قال حتى المؤمنين من الإمكان أن يرى كل واحد منهم مقعده في الجنة في الجنة إذا كان مستقيما في الوصول إلى الله تبارك وتعالى إزاي قلنا زمان أن خول الحق تبارك وتعالى إهدنا الصراط المستقيم جعل الله تشابها بين صراط الدنيا وصراط الآخرة فصراط الله المستقيم في الدنيا شرائعه وفروضه وسننه التي يطلب من الإنسان أن تكون يطلب من الإنسان أن يمشي عليها ويستخيم عليها في الدنيا الصلاة الصوم الحق الزكاة عدم فعل المحرمات الفعل الخيرات هذا هو صراط الله في المستقيم في الدنيا في الدنيا وهناك صراط مستقيم في الآخرة أحد من السيف وأدق من الشعر وقال كل الناس يمشي على صراط الآخرة فمنهم من يمشي مر البركة يمر مر البركة ومنهم من يمر مر الفرس ومنهم من يكون أسرع الرجال جريا على الأقدام ومنهم من هو مكردس في النار ما هي العلاقة؟ علاقة التشابه بين هذا بين صراط الله في الآخرة وبين صراط الله في الدنيا وكيف تعرف مقامك وكيف تعرف أنك ستذهب فيه على الصراط الآخرة إنك هتمر كالبرك أو هتمر كالفرس أو هتمر كأسرع رجل أو تكردس في النار أو غير ذلك إذن هناك صراطين صراط الله في الدنيا وصراط الله في الآخرة إذا كنت من المحسنين في مشيك على صراط الله في الدنيا ستكون بإذن الله من المارين على صراطك البرق يوم القيامة وإذا كنت مقصرا في صراط الله في الدنيا فبقدر تقصيرك في صراط الله في الدنيا إنك يكون مشيك على الصراط في يوم القيامة إذن كل إنسان من الإمكان أن يكون رقيباً على نفسه في هذا ويعلم مكانته في الجنة أم فين أم أنه يعني شوية شوية إلا أن حسابات لا يتقتلف ولكن الله أنزل لنا القرآن وأنزل حتى إيه حتى يرى كل واحد من مكانته إذا مشى على ذلك أو إذا مشى هذا مثلاً واحد يصلي يعني يكسل في الصلاة ويعمل في الويض هل سيمشي في الصلاة على مر البرق؟ لا واحد لا يزكي هل يمشي في الصلاة الآخرة على مر البرق؟ هل واحد لا يصوم هل يمشي أو يصوم يوماً؟ هل يمشي على الصلاة؟ إذا كان مطيعاً فإنه يمشيكاً وإذا كان عاصياً فإنه إذن لا يعرف الإنسان معرفة أولية في أنه سيكون من الناجين أو إيه أو غير إلا إذا كان هناك عند الله حسابات أخرى ولذلك نعم قالوا قالوا إذا أراد الإنسان أن يعرف مقامه عند ربه إذا أراد الإنسان أن يعرف مقامه عند ربه فليعرف مقام ربه عنده صحيح وهذا قانون نعم إذا أردت أن تعرف أنت كريم على الله أم لا فانظر في نفسك هل الله كريم عليك أم لا وعلى ذلك ليه؟ لأن الله يقول جزاءً وفاقًا فإذا كان الإنسان ربه عنده كريم ويراقبه ولا يستطيع أن يفعل شيئاً إلا بإيه؟ إلا على حسب مراده فإنه إيه؟ ولذلك هذه الأشياء جعلها الله تبارك وتعالى من الرقابة علينا ومن الحجة علينا حيث قال الحق تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة الله كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة يعني وكأننا نحن الذين سنحاسب أنفسنا يوم القيامة ونقول آه ده أنا مكاني في الحتة الفلانية وأنا مكاني في الحتة الفلانية وأنا مكاني في الحتة الفلانية صحيح أن هناك مفاجأة الجنة أو مفاجأة النار نعم صحيح ولذلك يقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاقن حسابية صحيح ولكن الله قد أعطى لنا معطيات الرقابة حتى يعلم كل إنسان مننا أين هو وأين الله تبارك وتعالى أيضاً جعل قوانين الرقابة في الدنيا فمثلاً جعل دائرة الحياة لما جعل دائرة الحياة جعلها مرتبطة ارتباط كله يعني مثلاً الجماد والنبات والحيوان والإنسان والكون في ارتباط يعني هناك الإنسان يعتبد على الحيوان ويعتبد على النبات ويعتمد أيضاً على الجماد والحيوان يعتمد على النبات يعني فيه ارتباط حتى الحشرات نحن نعتمد أيضاً في حياتنا ولكن لا ندري لأن مثلاً لو لا وجود نوع النمل الفلاني لكان المشكلة حدثت فيه لو لا وجود القطة لكانت كسورة الفئران لو لا وجود كذا إذن دائرة الحياة دائرة اعتمادية في كل أنواعها على بعضها البعض دائرة اعتمادية نعم لما يكون دائرة اعتمادية أي خلل في حلقة في الدائرة دياً يفسد الدائرة مش كده ولا ليه؟ صحيح صح؟ ولذلك لابد إذا راقب أحد هذه الدائرة الكاملة لابد أن يراقب كل شيء في هذه الدائرة حتى الحشرات التي لنا نرى حتى الفيروسات حتى الأمراض التي تأتي إنفلونزا الخنزير والإيزو غيره بتاعهم لا بد لا أستخلي بالك الله تبارك وتعالى حينما يأتي بالأمراض هذه لا يأتيها بصورة تزهب بالبشر لا يأتيها أيضاً بس بقانون بقانون الحفاظ على دائرة الحياة ونحن لا ندري كل قوانين دائرة الحياة من أجل ذلك الله تبارك وتعالى أيضاً لا بد أن يراقب مجموعة الفيروسات التي هي موجودة والتي تأتي ليه؟ لأنها تؤثر على الإنسان سلباً وإيجاباً وتؤثر في دائرة الحياة سلباً وإيجاباً فإذا كان الله تبارك وتعالى يراقب الشمس الشموس والأقمار والكواكب وإذا كان الله يراقب السماوات والأرض ويراقب البحار والجبال ويراقب الإنسان والجماد ويراقب الحيوان والنبات ويراقب الحشرات ويراقب الفيروس ويراقب البكتيري ويراقب ده ويراقب ده في دائرة الحياة فأي خلل في دائرة الحياة يحدث خلل في الدائرة ولذلك ربنا ما يجعل خللاً في هذه الدائرة أبداً ولذلك قال إن الله كان على كل شيء رقيبة فما الفرق شيخ بين رقابة الملكين ورقابة الله وهل يحتاج الله إلى رقيب علينا أكيد لا ولكن ما الحكمة من وجود هذين الملكين أقول لك إذا الله خير اختفى رحمة العين على هذا التواصل إن شاء الله يجيبنا فضيلة الشيخ دكتور سمين بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا نتكلم أيضا عن الفرق بين رقابة البشر ورقابة الله تبارك وتعالى ثم ننتخل إلى معنى الرقابة الإلهية حتى تتضح لنا الأمور وكنا سنفرق في الحقيقة بين رقابة الله تبارك وتعالى وأيضا رقابة الملائكة التي اتخذها الله تبارك وتعالى إذن نعود إلى الفرق بين رقابتهم إن شاء الله لأن هناك أيضا رقابة من الملائك وكذلك هناك الناس يخفر رقابة من الجن للناس سبحانه نعم نعم رقابة من الله ليه لأنهم يعني يريدون شيئا أيضا سنقولون إن شاء الله الحاصل أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في التلام عنه سبحانه حينما كنا نتكلم على رقابة البشر أو رقابة الله تبارك وتعالى نقول إن الآية التي ذكرت في سورة المائدة على حكاية عن سيدنا عيسى عليه السلام لما تكلم ربنا تبارك وتعالى قال أنت خلت للناس تخذون أمي إلهين من دوني قال إيه سيدنا عيسى قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيبة عليهم وأنت على كل شيء شاهد شوف هنا في نوعية رقابة الرقابة أنا لما كنت حي يعني كنت أعرفهم وبيعملوا إيه على قدري لكن انقطعت هذه الرقابة حينما توفيتني طبعا التوفية هنا حتى لا يعني لا يظن الناس اختلف العلماء فيها هل التوفية بمعنى أنه وفاه فأماته أم أنه وفاه أجله ورفعه إلى السماء وما زال حيا وهو الرأي الراجح على العموم ليس لأنه تكلم في هذا الآن لأنه موضوع طويق لكن حينما قال فلما توفيتني يعني أخرجني أخرجتني من هؤلاء وأصبحت أنا لست في وسطهم عشان فيش حدية فلما خركت من عندهم انقطعت صلتي بهم فلما انقطعت صلتي بهم طول ما نعايش معهم أنا بقول لهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله عبودوا الله ولا تشركوا بشيء فلما خركتني من عندهم أنا معرفش بقى حوالهم حصلت إيه أنت الذي كنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد سبحان الله هذا الكلام هو الذي تكلم به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فأقول كما ورد اللي أنت قلتوها فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك من اجدعوه وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز والحكيم هذا فرق كبير بين رقابة الله عز وجل ورقابة البشر ليه؟ قال لأن البشر حينما يموتون زهبت الرقابة وزهبت أدوات التجسس وزهبت 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 ولكن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى حتى برضك هناك فيه شيء معين قال الرقابة عند البشر من الإمكان أن يعتريه مرض فلا يستطيع أن يراقل أو يعتريه نوم فلا يستطيع أن يراقل يجيب واحد وردية تانية عشان يراقل ليه؟ قال لأن النوم في الإنسان كمال لأن لو ما نمشي يحصل له جنون والنوم في الإله نقص فسبحان الله هذا نوم كمال وهذا نوم نقص ليه؟ لأن الله تبارك تعالى الكامل الذي ليس كمثله شيء يبقى حينما قال سيدنا عيسى وسيدنا رسول الله إن قطعت الرقابة عن البشر ولكنك أنت يا رب باقي تراقب وهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك معنى ذلك أن هناك فرقا كبيرا بين رقابة البشر للبشر ورقابة رب البشر للبشر في ذاتية الله تبارك وتعالى وفي الآلات التي يستخدمها والقوانين التي يستخدمها الله تبارك وتعالى في رقابة البشر كما يقول إذا فرقنا بين رقابة الله للبشر ورقابة البشر للبشر يبقى بشيئين الشيء الأول ذات الله تبارك وتعالى مراقبة وذات البشر ناقصة لا تستطيع أن تداوم عليه والأشياء التي يستخدمها ربنا عز وجل والأشياء التي لا يستخدمها الله عز وجل الله من الإمكان أن يراقب بدون أشياء وبدون قوانين وبدون آليات الإنسان لا يستطيع أن يكمل هذا لوحده ولكن لابد من استعانة بغيره حتى يراقب الله طيب هذا البشر وهذا في بعض الأشياء عشان الوقت نقدر نكمل انتلمنا على الرقيب إن شاء الله طيب والملائك ربنا تبارك وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني أن الملائكة قانون من قوانين الله خلق من خلق الله خلقهم الله تبارك وتعالى لكي لكي يراقبوا البشر عظيم طيب هل مراقبة الملائك كمراقبة الله عز وجل أقول لا ليه هذا الحديث الذي جاء الرجل حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يعني رأى النبي والنبي راكعا فجاء وركع فحمد الله تبارك وتعالى أنه يعني لحء النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وهو راكعا فقال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الملائكة تيجي تكتب القصة دي مش عارفة تكتبها طيب تكتبها إزاي من قانون إهدية مش عارف طيب سواب إيه طيب تعمل إهدية لا يعرفونها ولكن أخذوها كما إيه وطلعوا لربنا تبارك وتكلموا مع الله عز وجل فقال الله اكتبوها كما قالها عبدي وأنا إيه وأنا أجزيه بها إذن هناك شيء في الملائكة ألا تدري إلا إذا ما علمت والذي تعلمته قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا هناك أشياء في الرقابة لا تدريها الملائك منها وأعظم شيء الإخلاص لا يستطيع الملك أن يطلع على الإخلاص فيكتبه أبدا وإنما الذي يطلع على الإخلاص هو الله تبارك وتعالى فلا يستطيع جبريل أن يدرك الإخلاص في قلب العبد شوف كيف ولا يستطيع أي ملك من الملائكة يطلع على الإخلاص فيكتبه هو يكتب الأعمال آه لكن من الذي يكتب الإخلاص للعبد الله ليه؟ لأن الإخلاص هذا سر بين العبد وبين ربه لا يستطيع الملك أن يتعرف عليه ولا يطلع عليه شيطان فيفسده ليه؟ لأن الإخلاص دو يعني صلة خفية لم يجعل الله عز وجل في ملائكة ولا في خلقه آلة تدرك هذا الإخلاص وعلى ذلك لا يستطيع الملائكة أن تدرك كل أفعال العبد أو أن تراقبه ولذلك هناك فرق بين مراقبة الملائك ومراقبة مين؟ الله أسمي ولذلك أيضا تأتي الملائك يوم القيام وتموت نعم فمن الذي يراقب الخلق ودائرة الحياة حتى تبعث مرة أخرى؟ الله سبحانه وتعالى يبقى في فرق بين الملائك مراقبة مش كده ولا هي؟ نعم العبد عبد يعني برضك أيضا الملائكة عبد مخلوق صحيح والله تبارك وتعالى رب وهناك فرق بين الرب والعبد في الذاتية وفي القوانين التي يستخدمها الله عز وجل لماذا؟ لو كانت رقابة الملائكة لدائرة الحياة هي أصل الكون ما حكم الله على الملائك بالموت لو حكم الله وهم قائم عليه الأمر كانت خلاصة ما فيش بعث ليه؟ لأن هم الذين يراقبون حركة الأشياء فلما يراقبون حركة الأشياء ممكن تفسد منهم الأشياء فلا يدرون ولكن الله تبارك وتعالى جعل جعل رقابته ذاتية لنفسه وإنما جعل الملائكة لنا وجعل جوارحنا تشهد علينا حتى لا يكون للإنسان حجة عند الله عز وجل فيكذب لأن الإنسان إن لم تواجهه بالحجة كذب على الله وكذب على الرسول ده فيه يوم القيابة من بقات بجاحة الإنسان نسأل الله عفية نعم أن الله يوقف بعض الناس أمامه فيعرفهم على ذنوبهم وإنت فعلته كده قولك لا إحنا ما فعلناش كس الله ده أنت أمام المولى الجبار تقول بإيه ولذلك ربنا جعل يوم تشهد عليه بإيه ألسنتهم هنا ليه ليه عشان الإنسان لما يقول لا فربنا يقول انطق يا لسان فينطق عليه فيكون عليه وكذلك يجعل الملائكة يا ملائكة ده عمل آه في اليوم الفلاني كل شيء مسجل كل حزا صل 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 يجعل الملائكة وجعل الأيدي والأرجل تشهد عليه ليقيم الحجة على الإنسان وإلا فكلام الله على الإنسان حجة ولكنه لا يريد أحدا أن يتذمر يوم القيامة ويقول لا لم أفعل شيئا أنت ظلمتني يا رب فيقيم الحجة على نفسه من نفسه ويقيم الحجة على نفسه من خلقه وعلى ذلك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابي القاومة شورة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسينة من أجل ذلك لا بد أن نعرف حتى هناك فرق بين رقابة الجن ورقابة الله تبارك وتعالى رقابة الجن قد يراقب الجن الإنسان وقد يراقب الجن الجن دون أن يعلم الإنسان دون أن يعلم الإنسان ولكن الله تبارك وتعالى جعل للجن ملائك تمسك الجن وحرب ولذلك يقول وأن كنا نقعد منها مقاعدة للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد الله يبقى الرقابة للأشياء النازلة والأقدار النازلة أصبحت قاصرة يا جن ليه لا تستطيعون بعد بعثة سيدنا رسول الله ليه لأن الله أرسل عليكم شهابا لا تستطيعون أن تأخذوا أو تراقبوا الأقدار التي كانت تنزل من السماء إلى الأرض إذن فرق بين الله تبارك وتعالى ورقابته وفرق بين الإنسان والملائك والجن في رقابتهم حتى لنا من الملائك ومن الأونان ولذلك لا بد أن نفهم أن الرقيب سبحانه هو رقيب يعني بعض الناس يقولوا أن الرقيب حافظ يعني يخلط بين الحافظ والرقيب يخلط بين الحافظ وبين الرقيب وبعض الناس يقول أن الرقيب أمين أو حسيب أو حارس أو حسيب نقول هذه من لوازم معنى الرقيب إزاي نفهمها قال مثلا أنت قلت يا فلان راقب فلان مش كده طيب راقب فلان هذا لما يراقب فلان الاسم بس الاسم الرقيب بس يعني نحن نريد أن نضرب مثلا بالناس ثم نأخذ هذا المثل حتى يتضح المعنى أكثر إن شاء الله للمستمعين نعم في واحد يقول له راقب فلان مثلا فلما يراقب فلانا هذا لابد المراقب هذا لابد في المراقب هذا أن يكون أمينا على ما يرى نعم ليه؟ لأنه لو كدب على هذا الإنسان تتغير الحسابات مش كده ولا إيه؟ يبقى لابد من صفات المراقب أن يكون أمينا على ما يرى فيحكي ما يرى ولا يحكي غير ما يرى الأمر الثاني أن يكون حافظا للمواقف التي يراقب هذا الإنسان فيها يعني لما يجي واحد يعني يروح ثلاثين مشواه مش كده ولا إيه؟ ينسى الرقيب هذا أنه هو راح إيه أولا ورح إيه ثانيا ورح إيه لو جبنا واحد يراقب واحد بيروح خمس ستة مشاوير وبنقول له في الآخر خالص لابن رجع راح فين؟ يقول والله أنا يعني أصله راح مشاوير كثير أنا معرفش معرفش يبقى ذا ينفع للرقابة؟ لا ينفع للرقابة إذن لابد أن يكون أمينا ولابد أن يكون حافظا ولابد أن يكون أيضا عالما لو أنما كانش عالم وهو يراقب هذا الشخص من الإمكان أن يدخل في زقاق أو في حارة أو في شارع لا يعرفه هذا الرجل فيضع منه فتنتهي الرقابة مش كده ولا إيه؟ لكن هل الأمانة وهل العلم وهل الحفظ هي حركة الرقابة التي تحدث أم أنه غيرها؟ تاني نعم تاني هل الحفظ؟ هل الأمانة؟ هل العلم هي حركة الرقابة التي تحدث من المراقب إلى المراقب؟ أم أنها غيرها؟ هذه صفات لابد أن تتوافر في المراقب لوازم الرقابة مش كده ولا إيه؟ لوازم الرقابة نعم لكن الرقابة هي قال أن يرى أين ذهب؟ ومتى ذهب؟ نعم مش كده ولا إيه؟ وماذا يأكل؟ وبيشرب إيه؟ ولبس إيه؟ وركب إيه؟ ونزل فين؟ وحط عمل إيه؟ وكده هذه معلومات الرقابة معلومات الرقابة أن يرى حركات هذا الفعل هذا المراقب ثم يحفظها عنده في عقله ثم يكون أمينا علي حتى يبلغها ثم يكون عالما حتى يستطيع أن يراقب يبقى لا بد أن لا نخلط بين هذه المعاني وبين معنى الرقابة خالصة ولذلك ربنا يقول إيه؟ لما يجيبها الرقيب يروح يديها للحسيم ولما يديها للحسيم يديها للعليم ولما يديها للعليم يديها للحافظ ولذلك ربنا تبارك وتعالى عليم حفيظ حسيم مقيت هذه الأشياء يبقى إذن إيه الرقابة؟ قال رؤية حركة المراقب لنرى ماذا يفعله وماذا ينطقه الرقابة عند الله شوف فرق كمان كبير نتواصل للآن مع عدد من التصالات بداية مع أخوي عوض أعواض السلام عليكم عليكم السلام ورحمvacc替 الله الخلال كيم الحال؟ حياك أيخوة عوض الله يسلم زاكرا فيك يكس cứ طوالكم كم الحال؟ الله يكلم خير حياك الله الله أحفظكم جميعا إن شاء الله بارك الله فيه بي حابة التذكر بدعاء به عربي في أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا من لا تراه العيون يعني في الدنيا ولا تخالده الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشد دوائر يعلم متاقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد غرق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض الأرض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره قال فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء حسن ثنائه على الله فعقاه قطعة من الذهب هدية من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني شوفه يعني سبحان الله قال ما بين كل السماء سبعة سموات ما بين كل أرض والسماء مستفى خمسمائة عام والله جل جلاله يعني على العرش يرى نملة السوداء على صخرة الصماء في ليت ظلمة جل جلاله نعم سبحانه جلاله نحن الله سبحانه تعرضنا إن شاء الله مراقبته آمين أزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحبكم في الله أحبك الله الذي حبتنا فيه يا أخي عواض وبارك الله فيك على هالكلمات الطيبة حياك الله يا عواض مع أنا أيضا أختي أمغادة أمغادة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياة الله يا أختي أمغادة بارك الله فيك يعني لوت أنا أول مرة بشارك حياة الله إذن تخفضين على صوت أنا كفيفة وتعادت أول عبر جمعت الرقم حياة الله يا أختي أمغادة أنا عندي حكاية بسيطة قوي كده قبل لا تبديني ز insulin أخير أختي أمغادة وكانت تقول لي أنا برأبك في البيت لكن فيه اللي زي لا يغفل ولا ينام وعيونه في كل مكان لما تطلعي حيشوفك فكنت مش فاهمة يعني إيه الكلام كنت لما هم أعمل حاجة أخاف يتهيقل إن السماء كلها عيون شايفاني نعم وكنت حتى لو حاولت أخذ لقمة صغيرة من وراء جدتي أحس إن فيها عين شايفاني ماشا الله وكبرت معايا الحكاية دي لغاية ما كبرت أنا دلعت عندي 64 سنة وما زلت أفتكر كلام جدتي لغاية النهاردة إن فيه واحد بيرأبني عينه لا تخفل ولا تنام مع أني مكنتش فاهمة يعني إيه ساعتها وزرعتها في ولادي والحمد لله أحب إن كل أم تفاهم ولادها من وهم صغيرين إن فيه اللي بيرأبهم اللي لا يخفل لو لا ينام حتى لو عجزوا هم عن مرأبتهم يمكن زراع الحاجة في الصغر تنفحهم في القبر إن شاء الله إن شاء الله إذا تلا خير أو يا أم يوم غادة إذا تلا خير على هاتو الواصل يا ربنا يوفقني أحاول أجمع رقمكم باستمرار إن شاء الله أنا بسمحكم لأني بقعد الواحد الصبت نعم وبرامج راحة الكرآن الكريم وبرنامكم علمنا حاجات كتير وجزاكم الله خير عننا يا رب إذا تلا خير يا أم غادة وإن شاء الله تشاركينا دائما بارك الله فيت ويعني إن شاء الله نطمع أن نسمع صوتك اليوم يا أم غادة بارك الله فيت والله يحفظت إن شاء الله حسين الحمادي أيضا على الهاتف معنا حسين سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله بارك حسين حياك الله يا أخي حسين تحياتي لك أخوي هلال والشيخ الكريم والدكتور سمير حياك الله يا حسين بزاكم الله خير حب أشارك معكم ويشرفنيني أشارك معكم لو تسمحون لي تفضل يا أخي حسين في بداية الحلقة أخوي هلال أشرت وحطيت مثال الرادار وقالت بأن الرادار إذا كان السائق قرأ لوحة بأن هناك رادار سيأتي فيها يخف السرعة ويتحذر خوفه من أن يعاقب بدفع المخالفة وهو يؤمن بأن ويصدق بأن فيه رادار جدام وممكن يلقطه هذا الرادار والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال بأن الإنسان كل أفعاله وأقواله مرصودة مكتوبة مسجلة محفوظة فالإنسان حين يقوم بالأفعال التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى يعني كيف يفكر نحن لو تفكرنا في هذا الموضوع قليلا سنجد أن الإنسان يكون هنا قلة إيمان بالله سبحانه وتعالى لأنه يجب علينا أن نصدق ما قاله الله بأن كل إنسان ستسجل كل أفعاله وأقواله والإنسان لازم يفكر شوية في يوم العرض وما أدرك ما يوم العرض يعني الله سبحانه وتعالى يقول بأن ستعرض أفعال كل إنسان ستعرض عرض يعني مثل لا تشبيه لكن مثل السينما يعني تخيل أن فيلم أفعالك كله يكون جدامك وجدام الناس اللي تعرفهم كلهم قاعدين يشوفون كل أفعالك في الدنيا وبالتالي هذا كل يوم يوم صعب جدا نعم جدا على كل إنسان نسأل الله تعالى يا أخي حسين أن يجمعنا وإياك إن شاء الله في الجنة وفي الفردوس الأعلى اللهم آمين بارك الله فيك يا حسين ويعطيك العافية لها الكلمات الطيبة معاي أيضا أختي أميمة أميمة السلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف كلال حياة أختي أميمة سلامي واحترامي وإجلالي الدكتور سمية حياة أميمة طبعا إذا واحد يعني بيتشرف أصلا أنه ما يقدرش يتكلم في وجوده بس أنا بعد إذنك بعد المدخلة هسأل سؤال المدخلة في الأول سبحان الله ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى جل شأنه الرقيب دي بتكون عملية نفسية بحثة ما بين الإنسان وما بين ربه أنا هقول لك ما هو موقف بسيط سبحان الله أنا بتشرف بيه قدام نفسي في مدرسة من المدارس في مصر أو هنا لن أذكر المكان معايا أهلال؟ نعم معاتي أميمة كان في آخر السنة وكده فكان في النتيجة وبعدين كان حبي يكون أن فيه تزوير في النتيجة أو كده فأنا رحت وقفت لها حفوقت لأعلى درجة يعني من أول دارة المدرسة فبتقول لي بتقول لي اللي يشوفك معايا يشوفك يقول أني أنت يعني بشوشة وبتضحكي وكده قلت له هذا حق عند رب العالمين صحيح إنما حق رب العالمين لا أنا ساعتها كنت بعمل أعمالي دي لأن عحسن رب العالمين مرأي ابني وكنت عارفة أنه بادم بعملها لله نعم يبقى أكيد هو هيبدلي وفعلا أبدالك فأي أبدالي الصحة وأبدالي حاجات كتير الحمد والحمد لله فالإنسان وبالذات المدرس نعم لازم يحط في يقينه إن هو رسول صحيح سبحان الله نعم بس أنا عايزة أسأل الشيخ بعد إذنك سؤال تفضل يارضي نعم هذا الذي هو مهين ولا يكابل أبيا الآية دي كل ما ورها أنا نفسي بتاخد هل فرعون عون الفاجر كان بيقولها في الذات الإلهية ولا كان بيقولها في مين لا لا شكرا خير إن شاء الله تجيب شيخ مباشرة على السؤال سيدنا موسى سيدنا موسى خير ناخذ إذن لا يتكلم عن الله ونما تكلم عن سيدنا عن سيدنا موسى نعم زاك الله خير يعني لا يكاد يبين لأنه كان سيدنا موسى عنده لثغة في لسانه نعم فحتى قال يعني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري وأشكه في أمري حتى يعني نسبحك كثيرا نعم كان في لزغي فيخاف أن لا يستطيع أن يبلغ التبليغ الكامل فناشد الله ودعاه أن يجعل هارون أخوه يساعده في التبليغ زاك الله خير ففرعون قال على موسى بأكد هذا الذي هو مهين يعني ده ده نجبناه من المية يعني ولا يكاد يبين يعني في لسانه لزغة نعم نكمل استقبال الاتصالات وهذا الاتصال الأخير في الفترة إن شاء الله من عامر عامر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشحالك يا عامر الحمد لله حياك الله اتفضل يا عامر بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الرقيب ليس فقط في السيئات وإنما أيضا في الحسنات نعم وليس كله يعني الخوف فالأهل الذين يربون أولادهم فقط على الخوف إن الله إنما هو أخطأ إلا لابد أن نعلمهم أيضا بأن الله ينظر إليه عندما يقوم بفعل حسن نعم فلو فلو عشنا مع هذا الاسم لابد أن نعيش في سعادة أبدية وهو أكثر أسماء الله الذي يجعلك تعيش مع الله في كل لحظة من لحظات حياتك ومعكم أينما كنتم عزاك الله عزاك الله خير عامر وبارك الله فيك على حرصك على المشاركة مع أنها إجازة وإنت يمكن مأجز مع أخوانك نقول لك بارك الله فيك وبارك إن شاء الله فيك لأهلك إن شاء الله نتواصل إذن بحديثنا عن الرقيب عز وجل مع فضيلة الشيخ دكتور سامير مطر شيخ نتحدث الآن شيخ إن شاء الله معك عن معاني اسم الله الرقيب شيخ بارك الله فيه نعم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا من المعاني والتفرق نعم قلنا إن الله تبارك وتعالى أو الإنسان الإنسان حينما يراقب غيره حينما يراقب غيره نعم يراقب يراقب الحركات الظاهرة ولا يستطيع أن يراقب الحركات الباطلة يعني لا يستطيع الإنسان أن يكشف عن أسرار الإنسان حتى ولو راقبه ولذلك هما يريدون بيعملوا حاجة اسمها آلة كشف الكذب آلة كشف الكذب نعم لليتوصل ما بداخل الإنسان من إيه ولكنهم أيضا في ذلك يعتمدون على ظاهرة من القوم وعلى هذا هناك فرق كبير بين مراقبة العبد للعبد ومراقبة الله للعبد فمراقبة العبد للعبد تعتمد على الأمور الظاهرة وقد تكون الأمور الظاهرة في غالبها تقالف الأمور الباطنة فيحدث يحدث تشوش في المراقب في عقل المراقب نعم وعلى ذلك تكتمع الأمور ويقول لك التحليلات والقواعد كذا وقواعد أشياء أخرى لا نتكلم عنها الآن ولكن الله تبارك وتعالى يعلم الظاهر ويعلم الباطن في حركاته حتى القلب يعلم ولذلك يقول لك لنا الظاهر ها والله يتولى الصرائر ليه قال مراقبة الله لا تقتصر على مراقبة الظاهر من الأفعال وإنما يتدخل في حركة القلوب وإنما أيضا تعرف حركة العقول وإنما أيضا تعرف الأجهزة التي تعمل كيف تعطي الإشارات لكي تعمل معصية أو تعمل طعا وعلى ذلك ربنا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فخد عذاب النار حينما يتفكر من الذي يدري تفكر العقل ولذلك لما نزلت آية الآية التي تتكلم عن يعني إن الله تبارك وتعالى يحاسب حتى على خطرات النفس صعب ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم يعني وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لما يشعر وما يشعر فصعب على الصحابة هذا وقالوا يا رسول الله يعني كيف نحاسب على خطرات أنفسنا فقال أتريدون أن تقول كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا فقالت الصحابة سمعنا وأطعنا فنزل قول الحق تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعاء لها ما كسبت عليها ما اكتسأت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا ما لا تقتلنا بيه وعفو عنا وقفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصبنا على القول الكافرين ولكن من الذي يدرك ويراقب الأخفى ومن الذي يدرك ويراقب الظاهر الذي يدرك ويراقب الأخفى هو الله أحده ولذلك قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما ألش أن الملائكة ما يلفظه من قول إلا لديه رقيب عتين ما ألش هنا تعلم الملائكة ما أهيه ما الأعين وما تخفي الصدور خائنة الأعين لا وإنما قال يعلم ما أهيه ما خائنة الأعين يعلم وهو سبحانه خائنة الأعين ليه لأنه شيء خاف هو أهيه شيء باطن الأمر الذي بعد ذلك لابد أن نحن نفهم أيضا في مسألة الرقيب أن الله عز وجل جعل جعل رقابته رقابة خوف يعني الرقابة نفسها الرقابة فيه رقابة النفس للنفس مش كده نعم وفيه رقابة الغير للغير وفيه رقابة اللا للعبد مش كده ولا إيه نعم وفيه طبعا رقابة رب الأسر للأولاد فرقابة النفس للنفس من أشد الرقابات التي توصل إلى الله وعلى ذلك تأتي بمقام المحاسبة بعد ذلك إذا رقوا ليه لك لن يستطيع الإنسان أن يحاسب نفسه إلا إذا راقبها وعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تكلم سيدنا عمر عنه ورواه البخاري وغيره قال إحنا كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل شديد بياضي الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر فجاء فوضع ركبتي في ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على يدي على فقديه فقال يا محمد أخبرني ما الإسلام فقال الإسلام أن تشهد الله إلى الله أن محمد رسول إلى آخر الله وقال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبه والقدر واليوم الآخر والقدر خير وشر حلوة مر قال صداقت سيدنا عمر يقول فعجبنا يسأله ويصدق هذا الحديث من أجمل الحديث التي رواها البخاري وغيره تنبئنا عن أشياء الشاهد منها لما قال هذا الرجل يا محمد أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يرى كثير من الناس يحسب أن يحسب أن يحسب أن الإحسان يحسب أن الإحسان هو أنك لما تيجي تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك لأ الإحسان هو نتيجة هذه المراقبة ولذلك الإحسان الإحسان نتيجة أن تعبد الله كأنك تراه هو يقول ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك النبي عرف الإحسان بهذا صحيح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإحسان بأشد من الإحسان لأن الإحسان نتيجة وأثر نعم نتيجة وأثر قال للمراقبة إيه هي المراقبة أن تنظر فتجد واحدا مطلعا عليك طيلة الوقت فمثلا أنت ماشي في الشارع أنا آسف أن أضرب مثل بهذا أو أن يعني واحد يمشي في الشارع فيجد امرأة حلوة طيبة غزال مش كده معايا والله وبعدين ينظروا إليها وهي تمشي لوحدها مش كده والله ثم لما ينظر إليها وبعدين جه رح زوجها جه معها هلنظر هذا الرجل إلى هذا الغزال يختلف حينما كانت وحدها وحينما أتى زوجها معها أم لا يختلف ليه؟ النظر من الإمكان أن يكون مباشرا حتى يريد أن يتكلم معها أما لما جاءت محاربها مش كده أو زوجها فإنه لا ينظر إليها حتى لو نظر إليها ينظر إليها بتخفي ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إذن حينما تنظر وتعلم أن هناك أحدا ينظر إليك في عملك يبقى أنت تعمل بإيه؟ بحساب ولما تعمل بحساب يبقى لابد أنك تقول الله أنا عملت كذا تبقى صحيحه أو عملت خطأ أعمله أو عملت صواب أزيد منه أو عملت ولذلك لما كان العلماء سابقا يربون مريديهم ويربون الناس كان الناس زمان زمان كان الشيخ عندهم يعني زي ما احنا بنقول كده لكل مجموعة من الناس كده يعني طبيبي يعالج كان نزما كذلك لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا ذهب إلى الشيخ فيسأله هذا حلال أم هذا حراب ولذلك لما ييجي يقول لك كان هناك بعض المريدين لتلامزة يعني تلامزة فقال يعني كان الشيخ يعني يعطف على تلبيذي منه ويحبه حبا جمعا فاغطازت التلامزة من الولد دغارت يعني وهكذا فعل الأقران فقالوا يعني ليه يعني أنت بتفضله علينا فقال أفضله من أجل شيء شيء أفعله فأعطى كل واحد طائر كما قال أبو حمد الغزالي وغيره حتى ابن القيم رحم الله فأعطى كل واحد طائر هذا الطائر وقال الأستاذ لتلامزته أريد أن تذبحوا يذبح كل واحد منكم هذا الطائر في مكان لا يراه في أحد فذهبت تلامزة كلهم واذبحوا الطائر إلا هذا الولد التلميذ فقال فأتى بالطائر ليس مذبح فقال له ما لك لم تذبح طائرك قال كلما ذهبت إلى مكان أختبئ فيه من الله حتى لا يراني فإذا بالله يراني فما استطعت أن أذهب من أي مكان لا يراني فيه ربي سبحانه وتعالى فقال الأستاذ لتلامزتي من أجل ذلك كان هذا ليه قال لأنه يستشعر مراقبة الله تبارك وتعالى من هنا نعلم أن رقابة الله تبارك وتعالى في كل مكان لأنه ليس هناك ليس هناك مكان وليس هناك خلق غير خلق الله عز وجل قال إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان يعني ليس لله عز وجل وهل تستطيع أن تذهب إلى مكان ليس لله الخلق كله لله أو إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فاذهب إلى أرض لم تكن لله عز وجل إذن رقابة الله عز وجل تكون فين تكون في كل مكان تكون في كل زمان كل زمان ليه لأن الله تبارك وتعالى لا يغيب لأن الله تبارك وتعالى لا يغيب مثقاء يعني فيمت ثانية لا يغيب ليه لو غاب مشكلة لو أن الله تبارك وتعالى غاب عن الكون لسقطت السماوات على الأرض واتدمرت القصة ولذلك ربنا تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه لو أخذته سنة ولا نوم أو نوم سنة والسنة جزء بسيط من النوم يعني يدوبك كده يعني يغفر كده حاجات بسيطة هذا لو حدث لله تبارك وتعالى يشوف المخلوقات عدد المخلوقات كيف يراقب الله تبارك وتعالى مخلوقاته في دائرة الحياة إذا أخذت الله سنة من النوم إذن لا بد أن يحدث خلل وأن الناس تراقب متى سيتأقذ الله السنة حتى ينام حتى نعمل اللي إحنا عايزين ولا يرانا ولكن إلهنا لا ينام أبدا حتى جعل آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم هو حتى يراقب دائرة الحياة كلها ولا يستطيع أحد أن يغيب عنه من أجل ذلك لا بد أن نفهم أن مراقبة الله تبارك وتعالى في كل زمان مراقبة الله تبارك وتعالى في كل مكان مراقبة الله تبارك وتعالى في كل الحركات في العقل في القلب ولذلك مراقبة الله في القلب أشد من مراقبة الله عز وجل فيه ليه قال من الإمكان أن يكون الإنسان باطنا شيئا وظاهرا شيئا آخر كالمنافقين والذي يعلم ذلك ربنا تبارك تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قلنا إن الله تبارك وتعالى الرقابة الرقابة مكانية في كل مكان والرقابة أيضا زمانية في كل زمان لا تنقطع رقابته في أي مكان ولا تنقطع رقابته في أي زمان وهو فوق خلقه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بكيفية لا نعلمها وعلى ذلك لا بد أن نفهم أن الله تبارك وتعالى يراقب القلوب التي لا يستطيع أحد أن يدخل فيها ويعرف ما تدبر وعلى ذلك ربنا تبارك وتعالى نبأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليه؟ قال لأنه يراقب حركة قلوبهم فحركة قلوبهم لم تدر مع حركة قلوب المسلمين في توجهها إلى الله تبارك وتعالى وإنما هي حركة تدور ضد حركة قلوب المسلمين تدور حول هبل وغيره ولكنهم يتظاهرون بالإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري حتى نبأه الله عز وجل بذلك وعلى ذلك قال في أشياء في قرآن ولتعرفنهم في لحن القول ثم بعد ذلك نبأه بأسماء دفولان دفولان ولذلك قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ليه؟ لأن ربنا أنبأ النبي صلى بأسماء لأن لنا الظواهر وعلى ذلك لا يستطيع أحد أن يحكم على أحد بقلبه لا بلناش دعوا عنا ليه؟ لأن الحكم في القلب ده بتعربنا سبحانه وتعالى ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أظن حذيفة اللي هو أمين السر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يعرف أسماء المنافقين وجاء سيدنا عمر في الحادثة المعروفة نشدك الله يا حذيفة هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين فإذا كان عمر يظن في نفسه أنه من المنافقين فما بالنا نحن يا عمر يا خليفة خليفة رسول الله الحاصل أن الرقابة عند الله تبارك تع رقابة ذاتية لا يعتمد فيها على أحد مش كده؟ نعم ورقابة أخرى جعل فيها قوانين حتى تكون حجة على الناس هذه الرقابة في القوانين الأسباب وقوانين الإيه؟ وقوانين والملائكة وأيضا الجن وأيضا الناس بعضهم بعض وجعل أيضا الإنسان يشهد على نفسه من النار يبقى كل ما يتخيل الإنسان من رقابة فهي لله وكل ما لا يتخيل الإنسان أن تحدث أيضا رقابة فهو من الله تبارك وتعالى ولذلك رقابة ذاتية، رقابة بقوانين، رقابة بحجة، رقابة زمانية، رقابة مكانية، رقابة غيبية إزاي غيبية؟ لما جاء هذا في صورة الكهف لما جاء الغلام وقال الخضر وسيدنا موسى لما وجد الغلام فقتل الخضر الغلام فقال أقتلت نفسا بغير نفسي لقد جئت شيئا نكرا إيه؟ إيه؟ إنت بتقتل إزاي يعني القصة دي فقال إيه؟ أما الغلام فكان فكان أبواه مؤمنين فخشينا شف خشينا أن يرقهما تغيانا وكفرا وبعدين قال لي فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة قال فأردنا وقال هنا الثاني فأردت أن أعيبها في السفينة ماذا كده؟ صحيح وبعدين قال هناك إيه؟ فأراد ربك أن يبلغها أشدهما يبقى أردت أردنا أرادة ماذا كده؟ ليه أردت أردنا أرادة قال لك أردت أردت أن أعيبها لأن ده عب محط عب محط يعني خرب السفينة وخلاص ما يعني انتهى الموقف على كده هيجي الملك يرى أن السفينة قد خرمت يعني فيها فتحة هيسمها ويمشي فنسب العيب اللي هو ما يظن أنه شر لنفسه ولما قال فأردنا أن يبدلهما ربهما في حكتين الحاجة الأولى أنه فعل خير وفعل شر في الظاهر ولكنه ما أراد أن ينسب القتل لله عز وجل وإنما نسب القتل لنفسه ونسب الخيرية التي تقع لأبيه وأمه لله تبارك وتعالى ولذلك فأردنا ولذلك أيضا ترى أن الرقابة الغيبية نظرت فوجدت أن هذا الطفل من الإمكان أن يتعب أبويه وعلى ذلك لما راقب هذا الله طبع بعلمه الرقابة أيضا من لوازمها كما قلنا العلم نعم صحيح ولذلك قال فأردنا أردنا راقب الله بما سيأتي فقال لك لا موت يا خضر هذا حتى لا يفشد حياة الأبوي والتاني فأراد ربك أيّا بلغة أجدهما ليه؟ قال هذا خير محت في الظاهر وفي الباطن ما هو فيه شر في الظاهر خير في الباطن شر في الظاهر اللي هو خرم السفينة لكن خير في الباطن ليه؟ لأن الملك مش هيستولع على السفينة فهو خير في الحقيقة وإن كان شر فالشر الظاهر نسب الخضر النفسه والتاني فأردنا فيه شر وخير ظاهرا أيضا قتل شر فأراد أيضا الخضر أن ينسبه لنفسه وأراد أن ينسب الخير لله أما الغلام في الغلامين في الجدار فظاهره وباطنه خير فلذلك قال الخضر تأدبا مع الله فأراد ربك وكل هذا إرادة الله تبارك وتعالى ولكن تأدب العالم مع ربه في التعبير عنه في التعبير عنه يعني كان الخضر يعبر عن الله بتعبير ما يليقه في أن نعبر لله تبارك وتعالى إذن الرقابة من الإمكان أن تكون غيبية أيضا ومن الإمكان أن تكون حاضرة في كل زمان وفي كل مكان ولذلك أجعلها الله تبارك وتعالى في قلوب العباد المؤمنين عظة وعبرة إذن امرأة العزيز حينما راودت يوسف عن نفسي قالت بعض التفاسير أنها حينما أرادت أن تراود يوسف عن نفسي وكان لها صنم تعبده فماذا فعلت غطت الصنم فقال لها ماذا الكي ليش تغطي الصنم دوا قالت هو إلهي ولا أريد أن يراني عينما أفعل كذا فقال سبحان الله هذا لا يريد والله تبارك وتعالى الذي قلق وهو الإله الحق يراني وأنا أفعل كذا شوف كيه قال حاشا لله إنه ربي أحسن مثواي الحاصل في عملية المراقبة حتى لما تأتي إذا انشغل الإنسان بقى بالمراقبة قال من انشغل بمراقبة الله عز وجل لا يرى غيره وتكلم الشيخ ابن القيب في مدارك السالكين عن كت إزاي لا يرى غيره حتى في مقام مراقبة قال إذا كان الإنسان إذا اعتقد الإنسان بأن الله يرى فإنه ينشغل برؤية الله عن رؤية أي أحد زي مين؟ قال زي الخادم في حضرة الملك أو الرئيس لو انشغل الخادم بغير طلب الرئيس يبقى ما ينفعش صحيح لا حتى ولو كان رئيس الوزراء حاضر ورئيس الدولة حاضر وهو خادم رئيس الدولة يبقى ينظر إلى حركات رئيس الدولة وإلى عين رئيس الدولة لو غمز له كده يبقى يعرف يروح فيه لو كده إذن عينه كله على مين؟ على الملك صحيح صحيح ولا لا لو انشغل طرفة عيدة عن لحظة عن كده يبقى ما ينفعش أن يكون خادما لهذا صحيح ولا لا صحيح ولذلك انظر بقى حتة خطيرة جدا قلناها أيضا سابقا ولكني أريد الناس حينما يراقبون الله ينظرون هذا المعنى ايه هو؟ قال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن امرأة العزيز نعم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبه إننا لنراها في ضلال مبين قالت فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكين وقال تخرج عليهن ماشي الحال خلاص؟ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم الله حينما رأوا يوسف إن شغل العقل وإن شغل القلب وإن شغل الجسد فتوجه الجسد بقلبه بعقله بكل تفكيره إلى رؤية يوسف فلما إن شغل القلب والقالب برؤية يوسف إن فصل عن عالم الحسيات وأصبحت اليد تتحرك دون ما كنترول عليها دون ما حاكم ولذلك تحركت اليد والقلب ليس موجودا فقطعت اليد اليد سكين يعني قطعت اليد ولذلك إذا راقب الإنسان ربه فإنه ينشغل برقابة ربه وإذا شغل الإنسان برقابة ربه فإنه لا يستطيع أن يرى غيره بمعنى مش يمشي سكراد لا لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا كان مرادا لله عز وجل وهنا المراقبة تكون شيئين إيه شيئ الأول قال مراقبة خوف ومراقبة إيه حب فمراقبة نسوة يوسف ليوسف كانت مراقبة خوف ولا حب مع ذلك أقطعنا أيديا هنا شوفت كيف نعم فإذا كانت مراقبة خوف يعمل إيه الله معنى ذلك وعلى ذلك كان يقول لك إيه هناك مقام للمحبة وهناك مقام الخوف وإذا سلط مقام الخوف على القلب في المراقبة لك وإذا سلط مقام الحب على القوم طمع على القلب طمع ولكن للقلب لابد أن يكون مزيجا من مقام الخوف ومقام الحب حتى يكون هناك الاتزانية ولذلك يقول الخوف والإيه والرجاء الخوف ورجاء إذن الرقابة لله تبارك وتعالى قد تكون رقابة خوف فلما تكون رقابة خوف لما يقفع في الصلاة يبقى عامل زي سيدنا عثمان يصفر وجه عامل سيدنا علي يصفر وجه ويرتجف ولما تكون رقابة حب لما يكون رقابة حب حينما يطلب الإنسان من ربه تبارك وتعالى أنه يعني يفتح عليه فتوح العارفين ولذلك هناك حاجة اسمها البسط والقبض البسط والقبض لكننا لا نتكلم على هذا إذن هناك أشياء رقابة الله تبارك وتعالى رقابة زاتية ورقابة أيضا رقابة مكانية ورقابة زمانية ورقابة بقوانين ورقابة بغير قوانين ولا تكونوا إلا لله تبارك وتعالى طيب نأخذ من هذه الرقابة لا بد أن نفهم أن الله تبارك وتعالى قال في أول سورة النساء يا أيها الناس إننا خلقناكم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أنتم ذكرتمها نعم الوقت حينما يداهمنا يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قالوا لا بد أن تجعل التقوى في المراقبة بينك وبين الله لأن التقوى هي عين المراقبة إزاي أنت ترى فتتق ترى فتخاف ترى فتحب فتطمع شوف كيف إذن سبيله يبقى نتيجة الرؤية تقو نتيجة الرقابة الايه التقوى قالوا واتقوا إن الله كان عليكم رقيبا ليه قال لأن الذي لا يتقيه فإن الله يراه ولما يراه يبقى يدون عليه أفعاله ويدون عليه أعماله ولذلك كانت التقوى ثبرة المراقبة فكل من راقب الله واتقاه فليعلم أن رقابته صحيحة وكل من يقول لقد راقبت الله ولم يتقيه فليعلم أن رقابته ناقصة إذن لابد أن تفهم أنك إذا راقبت الله وهي أن ترى الله أو تفهم وتحس وتشعر بأن الله يراك فإذا فعلت ذلك اتقيت الله عز وجل وكانت التقوى حكما على مراقبتك لله سواء نظرت إليه أو نظر إليك ومع لشياء زاكر الله خير فضيلة الشيخ يعني سمير أدركنا الوقت حقيقة ولكن إن شاء الله نكون قد استفدنا من معاني هذا الأسم الرقيب الذي لا يغفل عن شيء والمراقب التي هي بفضل الله مفتاح كل خير كما يقولون أخواننا في مركز محمد من خالد الثقافي الديني مستمعين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة تأليه